طيب نسي ازاي ما قلت الكيراتين ده عشان دي بقت موضة دلوقتي ان اي بنت سبحان الله تسخة صاف تلاقي شعرها ما نكون شوية لأ انا راح اعمل الكيراتين انت اي رايك في الموضوع ده خليني اقولك على حاجة مهمة قوي الحاجات دي مشكلتها مش في المادة نفسها قد ما مشكلتها في طريقة وضع المادة على الشرع ازاي بقى يعني مثلا ادم انا عندي مادة كويسة zero formalin zero formalin ودي مهمة جدا طيب مفيش فيها مشكلة المشكلة بتيجي من طريقة وضعها على الشعراية الكوفير لو مش متمرس ومش كويس بص لقيه بيعمل عدد مرات كتير قوي بيبليس ورا بعض سشوار كتير قوي احيان يقولك رواحي وتيجي تعملي عليها مرة واثنين وثلاثة خلال كام يوم ده بيهلك في الشعراية بشكل فظيع فهي الفكرة كلها في طريقة الوضع ان حد professional كويس يحطها بطريقة مزبوطة بلس ان احنا ضروري وانحنا بنحط الكلام ده نبقى بنستخدم حاجة لتغذية الشعر يعني ما سيبش شعري بقى لازم استخدم الشامبون المناسب استخدم لوشن استخدم حاجات تغذي بصيرات الشعر عشان تحافظ عليها ما توصلش لمرحلة انها تسقط اشتركوا في القناة